أهلنا حبائنا مشاهدينا اسمحوا لي أن أقرأ من كلمة الله في الإنجيل المقدس بشارة لوقى إصحاح الثامن عشر ورح أبتدي من آية خمسة وثلاثين ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجمع مشتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع الناصر مجتاز فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك فقال يا سيد أن أبصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله يبارك لنا رب كلمته على ما سمعنا في هذا الوقت هذا الأعمى كان موجود في منطقة أريحة أو بالأحرى بين أريحتين القديمة والجديدة وهذا الشخص لما سمع الظهر نسامع عن يسوع الناصر أنه يصنع المعجزات ويشفي العميان فأول ما سمع وهذه كانت الفرصة الأخيرة لأن يسوع رايح للصليب إلى أور شليم فصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني طلب الرحمة من يسوع المسيح حاول الجمهور الغفير اللي ماشيين مع يسوع أنه يسكتوه ولكن صرخ أكتر عنده احتياج فوقف يسوع وطلب منهم أنه يتقدم وسأل سؤال زي ما في الحلقة الماضية تكلمنا عن لمسة التطهير الأبرص قال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني وهنا سأل يسوع هذا الأعمى سأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد لاحظ قال له يسوع أبصر قوة سلطان جلال حضور إيمانك قد شفاك وطبعا هنا شفاك تعني أيضا إيمانك قد تخلصك لأنه فعلا مجد الله وتبع يسوع وكمل مع الجمهور إلى أور شليم ولكن عندما جاء إلى يسوع جاء بإتضاع بحسب البشائر الأخرى ترك الرداء وركض لعند يسوع وهناك طبعا صرخ ارحمني يابن داود يعني هي ابن داود يعني ضمنيا اعتراف من هذا الأعمى أن المسيح أو أن يسوع هو المسيح المنتظر وأنه الملك وبكلمات يسوع أبصر سلطان يسوع بقوة الخارقة فتح عينيه الجسدية وقال له إيمانك قد شفاك يعني إيمانك قد خلصك فتح أيضا عيونه الروحية من هذا أحباء نستطيع أن نفهم بحسب بشارة مرقص أن هذا الأعمى اسمه بارتماوس ابن تماوس واحد من سكان أريحة وبحسب بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاء عشرين متى بيذكر أنه كان فيه أعميان ولكن الظاهر أنه المتكلم والمتحدث في هذا الموضوع كان بارتماوس وطبعا منشوف أنه يسوع أحبائي أنه كانت الناس تدنوا إليه الخطاء والعشرين والزنا والبرس البرس كانت تأتي إلى يسوع ولم يتنجس المسيح بلمسة الأبرس بل كانت تطهر بلمسة يسوع المسيح وهكذا النازفة وهكذا الميت أقامهم جميعا شيء آخر أحبائي منشوف فعلا محبة الرب يسوع المسيح أنه كان ممكن في لأنه لحظات صعبة جدا المسيح رايح للصليب وكانه مش وقته إسا يعني تصرخ ولكن دايما يسوع المسيح كان يقترب من العميان ما كانش يمنعهم كانوا يأتون إليه بجرأة وبثقة عالمين أنه عنده القدرة على الشفاء فالمسيح كان يحب الناس كان بيرحم كان بيحب وكان بيتحنن وهذه طبيعة يسوع المسيح ما فيه شخص اقترب من يسوع لو تغيرت حياته فيه لمسي في يسوع المسيح اللي كانت فعلا بسلطانه وبقدرة الخارقة كان يقوم في هذه المعجزات فإذا أحبائي هذه المعجزة حدثت عند أريحة وواضح هنا اندل على شيء بدل على سلطان المسيح على محبة المسيح على قدرة يسوع المسيح وإشارة أنه لصدق دعوة المسيح أنه هو المسيح المنتظر وأنه هو الملك وأنه هو المخلص من يستطيع أن يقول إيمانك شفاك إيمانك خلصك الإيمان بمن ما هو استرحم يا يسوع ابن داود ارحمني قال له إيمانك قد خلصك وهذا اندل على شيء هو اعتراف أيضا بلهوت يسوع المسيح القادر على كل شيء اشتركوا في القناة